اشتركوا في القناة نقطة من اول السطر اول سلبية هنحط ايدينا عليها النهاردة واللي حصلت لنا من بعد سنة 2004 هي عدم تواصل مشاعر بين الافراد النهاردة بقينا من خلال رمزة او صورة بنعبر عن مشاعرنا وفقدنا الاتصال مباشر بيننا وبين بعد يعني النهاردة لو فيه واجب عزاء او واجب فرح بنعبر لبعض بيه من خلال صورة او اموشن صغير من غير ما نتواصل الاتصال مباشر قبل سنة 2004 كانت الناس بتنزل وتود بعض ويواسوا بعض في حالات الحزن ويفرحوا مع بعض في حالات الفرح بقى الامر مقتصر على ان انا ارسلك رسالة او ترسلي رسالة يعني بمعنى اضك لو انا عندي حالة حزن او حالة وفاة مفروض كنا زمان بننزل نعزي بعض نحضر مع بعض مراسم دفن او نحضر مع بعض عزف المساجد بالليل او حتى في البيوت النهاردة بقيت ابعتلك مجرد رمز او اقولك كلمتين فيهم واجب عزاء من غير ما يبقى فيه بيننا اتصال مباشر ده احد سلبيات او اول حاجة حصلت معنا بسبب سلبيات الفيسبوك تبلد المشاعر ما بقناش فيه بيننا ومن بعض اتصال مباشر زي ايام زمان وده فعلا اثر على ناس كتيرة واثر على مشاعرنا وخلنا فقدنا تدريجيا من سنة 2004 لحد وقتنا هذا التواصل ما بيننا ومن بعض تواصل المشاعر فيس تو فيس زي ما بيقولوا بين كل اللي نقدر نعمله ان احنا نبعث لبعض رسالة سواء كان في حزن او في فرح لدرجة ان احنا النهاردة ممكن نحضر فرح من وحنا قاعدين في بيوتنا بنتفرج على التليفون هو ده للأسف وصلنا لي الفيسبوك نقطة من اول السطر الكومنتة او الرسالة اللي انت بتبعثها النهاردة وانت قاعد في مكانك ما بتتحركش ادى لحاجة تانية خطيرة جدا ويمكن دي من وجهة نظر الشخصية اهم حاجة الكسل والخمول بدل ما كنا بنتفقين ان احنا بنقدر ننزل زمان نود بعض او نواسي بعض او نفرح مع بعض بقيت بعمل كل ده وانا قاعد مكاني على الكرسي بتاعي او على السرير بتاعي وادى لكسل وخمول وادى طبعا لامراض كتيرة جدا صابت المجتمع المصري من سنة 2004 لغاية ومنه هذا اولهم السمنة المفرطة بقينا نشوف ده كاترة التغذية مليين الفيسبوك وصفحتهم ملهاش اول من اخر القاعدة دي قدت بينا ان احنا فقدنا الشغف في العمل والابداع وما بقناش متواصلين مع بعض تماما بالاضافة للامراض اللي ذكرناها على فكرة مش شرط يكون فيه امراض سمنة فيه امراض نفسية تاني خطيرة ممكن ننوح عنها بعد كده ايه اللي حصل معانا بسبب السوشيال ميديا وسبب الفيسبوك نقطة من اول السطر ده كمان ما اثرتش على علاقاتنا الخارجية او الدائرة الخارجية بتاعتنا برا البيت دي اثرت على الدائرة بتاعتنا جوه البيت بنبقى اسرة واحدة قاعدين وبنبعت لبعض رسائل واتساب ما بنحاولش نقوم نتحرك يعني كان زمان تقدر تقوم تشوف اخوك عايز ايه دور الاخ الكبير دور الاب دور الام الموضوع النهاردة بقى مقتصر على رسالة على الواتساب او على المسينجر ما بقاش فيه ترابط بقى فيه تفكك اسري ودي للأسف كرسة كبيرة بالاضافة للامراض العضوية ادى بينا ده كمان لامراض نفسية خطيرة جدا منها التوحد ومنها الاكتئاب والاكتئاب الحاد اللي ادى ببعض الشباب الى الانتحار وده برضو سلبية كبيرة جدا من احد سلبيات الفيسبوك نقطة من اول السطر سلبية تانية وخطيرة عايزين نحط ايدنا عليها النهاردة او نسلط عليها الضوء وهي الاشاعات النهاردة فيه بعض الصفحات على الفيسبوك مفيش وراها اي حاجة غير انها تروج للاشاعات تموت فلان وتحي فلان وتطلق فلانا وتجوز فلان وما بقاش ورانا غير الاشاعات عايشين عليها ده فيه ناس كتير النهاردة بقت مريضة بمرض خطير جدا بتصحى من نوم عايزة تتابع وتشوف ايه الاشاعات الجديدة عشان تأمل عليها ترند ما احنا للأسف حياتنا بقت كلها ترندات ومسلمين للترندات يطار الترند النهاردة على مين مين هيقول ايه وهو في الاصل ممكن يبقى خبر مالوش اي اساس من الصحة ودي برضو سلبية مهمة جدا او سلبية خطيرة جدا عملها فينا الفيسبوك من سنة 2004 لحد وقتنا هذا فيه حاجة تاني خطيرة واحنا للأسف السبب فيها او احنا اللي بنفتح الباب للشيطان ان حياتنا بقت مشاع النهاردة بقت فيه ناس ما بقاش وراها غير حاجة واحدة بس انا صحت من نوم انا دخلت الحمام انا خرجت من الحمام انا رايح افتر انا بشرب القوى في المكان الفلاني بقت فيه ناس عايشة على كده طب انا حضرب لك مسأل حي فيه ناس النهاردة ما فيش وراها حاجة غير ان هم يقولوا احنا تعبنين احنا عندنا المرض الفلاني ده وصل بيهم يا راجل ان مردوا نفسهم بالسرطان يعني انا على سبيل المثال وده مثل حي حصل شفت ناس مش يارى بوستات انا جالي سرطان ادعولي انا باخد الكيماوي هو هو نفس الشخص تتفاجأ بيه بعدها باسبوعين ثلاثة انه في مكان عام او في مول او في اي مكان في بلاج مثلا او مسافر في اي حتة ومشاء الله وشه جميل وما فيوش اي حاجة مع ان اللي انا عرفه ان الكيماوي ده بيهد البني ادم بيخليه مش قادر يعمل اي حاجة لان الكيماوي بيخش على الجسم بيهد كل الجسم عشان يظهر المرض عشان يقدره بعد كده يحربوه هو هو نفس الشخص اللي كان مدعي السرطان انا مش فهمك الحقيقة على فكرة ادعاء المرض في حد ذاته هو مرض انت ليه بتدعي على نفسك المرض عشان الناس تتعاطف معاك وتلم كومنتات وتلم لايكات والناس تدعيلك بس انت ما عندكش حاجة محدش فهم انت ليه بتعمل كده على فكرة انت اللي عملت في نفسك كده وانت اللي خليت حياتك مشاع وبقت الناس تقدر تخش لك من اي مكان لان طول ما الناس عارفة نقاط ضعفك هتقدر تخش لك الخصوصية شيء مهم جدا في حياتنا بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه دوت اللي قابلين قالوا يا اخي داري على شمعتك تقيد انت مخلي كل حياتك مشاع للناس ودي كانت اخر حاجة لنا النهاردة في حلقتنا هشوفكو في حلقة جديدة سلام